اهلا بكم يا جماعة في حلقة جيدة من سيزات اسلحة الجيش المصري واللي بنتكلم فيها عن كل الاسلحة اللي بيستخدمها الجيش والنهاردة ان شاء الله هيتكلم عن نوعين من الاسلحة وهو رشاش ام تو براونينج وبندقير قناصة باريت ام اتنين وتمانين وحلقة النهاردة هتكون مقسومة النص الاول هيتكلم فيها عن الرشاش ام تو براونينج والرشاش ام تو براونينج هو رشاش تقيل صممه المهندس العسكري جون براونينج بعد نهاية الحرب العالمية الاولى والرشاش ده بيشبه جدا في تصميمه الرشاش براونينج 19-19 واللي بيستخدم عيارات من 30-60 مليون وفي نفس الوقت بيستخدم الرشاش ام تو براونينج طلقات خرطوشة اكبر واطول من عيار بي ام جي 50 الرشاش ده فعال جدا ضد المركبات لتحصناتها خفيفة وضد القوارب الغير محصنة وضد التحصنات الخفيفة جدا ويقدر كمان ان هو يجيب الطائرات اللي بتطير على اتفاع منخفض ويقدر يدرب 500 طلقة في الدقيقة الواحدة والرشاش ده بيتم استخدامه على نطاق واسع جدا من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبيستخدم من سلاسينيات القارن الماضي كسلاح للمركبات وكسلاح للطائرات والرشاش ده تم استخدامه في حروب كثيرة جدا زي الحرب العالمية التانية والحرب البردة اللي كانت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وغير طبعا عندي الحروب تانية والرشاش ده هو الرشاش التقيل الاساسي في تسليح حلف النيتو وبتستخدمه عدد كبير جدا من الدول التانية والرشاش ده استخدمته الولايات المتحدة الامريكية اكتر من اي سلاح ناري تاني باستثناء المسدس كوالت ام 1919 واللي صاممه برضو المهندس جون براونين اما بالنسبة للمصنع اللي صنع السلاح اللي احنا نتكلم عنه اليهاردة وهو الرشاش الامب 2 براونينج هو المصنع جنرال ديناميكس وف ان هرستان وبالنسبة للكميه اللي تم تصنيعها من الرشاش فهو 3 مليون رشاش أما بالنسبة للرشاش اللي بيستخدمه القوات المسلحة الامريكية فبيتم تصنيعه من تراز اتش بي وبيتم تصنيعه من مصنع ديناميكس اما بالنسبة للرشاش M2 براونينج فالنسبة اللي بيتم تصنيعها وبيعها لدول الحلفاء فدي بتكون من خلال المصنع FN هيرستان ودلوقتي هيبدأ كامدة في الجزء التاني من حالة النهاردة وهي منذ قناصة باريد M82 وهي منذ قناصة أمريكية الصنع بيتم استخدامها في حالة كبيرة جدا من الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والسعودية والبرازيل وأزربيجان ومصر اما بالنسبة للتسمير العسكرية فهو AG90 وبيتم استخدامه خلال الفترة من 1989 وحتى الوقت الحال والمصمم البندقية هو المهندس روني باريد وزن البندقية من 13.5 ل 14 كيلو جرام وطول البندقية من 122 ل 145 سنتيمتر وكده يا جماعة نكون وصلنا لنات حالة النهاردة وان شاء الحلقة الجاية يكمل كلام معاكم عن سلسات اسلحة الجيش المصري وهتلاقوا كل لنكاب بتاعتي تحت في الديسكرتشن بلنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واتفع على زر الجرس عشان نوصل لكم كل تماعي موسيقى